عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات سنائية مع الرئيس الأنجولي جيواو لورنسو بمقر القصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية الواندا عقبتها جلسة مباحثات موسع بحضور وفدي البلدين وخلال المباحثات أعرب الرئيس السيسي عن سعادته بالزيارة أنجولا للمرة الأولى مؤكدا الأهمية التي توليها مصر لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الأنجولي والرئيس لورنسو فيما يتعلق بسبل تعزيز آليات العمل الإفريقي المشترك سواء المؤسسية أو السياسية أو التنموية بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصب إليه الدول الإفريقية كما أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر بالعلاقات الأخوية التي تربطها بأنجولا في أبعادها المختلفة خاصة ما يتعلق بدور مصر في دعم جهود التنمية في أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية مشيدا على وجه الخصوص بوتيرة النمو الاقتصادية التي تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة في القارة الإفريقية ومنوها إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولي في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة